هناك أحد بوتن وهي play و هناك أحد دائرة التي تريد أن تبع الخط ترى كودات التاملة عنها أولاً هذا البوتن يوجد تقوم بـ أو من بعد لديها أحد الـ attribute وهي area press أو من بعد لديها أحد الـ value وهي false أريد أن تبعه play أو true و من بعد لديها أحد الـ stop أو false إذا كانت false يعني أن هذا الانيماسي مواقف من بعد لدينا وصمنا الـ div وصمنا الـ svg الـ svg الذي يوجده الخط الذي هو هذا الـ path بالضبط و أخرى شيء وصمنا الـ div وصمنا الـ circle أو هذا الدائرة التي تريد أن تتبع الخط الذي هو في حداته هذا الـ svg لا يمكننا أن يهمنا الـ css ولكن اللوجيك التي ترى هنا بالضبط هو أنه لدينا أحد البوتن يعني أن نضيفها on-voodle done أو من بعد نضيفه أحد الـ event للسنة على الـ click نستطيع هذا الـ click أو من بعد نضيفه هذه القيمة التي هناك on-voodle area pressed إلى can't false وكليكها على play سيضعنا true أو من بعد إلى can't true وكليكها على stop سيضعنا false ما يعني هنا بأنه لدينا أحد اللوجيك هنا وكليكها على نوحة boolean نضيفه هذا الـ value من area pressed وكليكها against true وكليكها على نوحة boolean وكليكها على الـ xdl هنا أو من بعد نضيفه الـ continue في هذه البوتن يعني إذا كانت كميثال true سيضعنا stop وإذا كانت false سيضعنا play نأخذ كميثال هنا ونرى الـ div tools نضيفه على play أعطاني هنا true ثم نضيفه على stop وأعطاني هنا false لكن اللوجيك الجافرسكيب تخدامها سيضعنا نضيفه CSS نبدأ بالانيماسيون الأولى ماذا سيقوم بالضبط؟ هنا نقطة 0% و هنا نقطة 100% نريد أن هذا الـ circle فيما يكون واحد الـ path يزيد من 0% إلى 100% نقع عن طريق keyframes ونسميه الانيماسيون الـ move نحدد أنه 0% يعني فإذا ما سيبدأ الانيماسيون في keyframe 0 نريد أن يكون الدائرة يعني نحدد عن طريق offset distance 0% سيكون واقفة في النقطة الأولى من بعد نريد أن يزيد 100% الذي يعني أنه من سيضع الانيماسيون 100% نحدد هذا offset distance 100% يعني نريد أن يصل إلى الغر هذا الـ path move سأخذ دائرة سأحرك المصفى في 100% و سأضح إلى 100% سأقوم بإمكانه الانيماسيون على الـ circle الذي يعني أنه سيضع الـ property لـ animation اسمية الانيماسيون هي move و المدة الزمنية يجب في صلاح بعض الـ second ونريد أن تعود بسافة مرة أو لأ loop ستبقى تعود دائماً وهي infinite أو من بعد نريد أن تكون الانيماسيون الـ low الذي يعني أنه سيضع الـ property لـ animation play stage أو من بعد نضع الـ pause يعني pause it حتى ندكلاره لنا بأنها تخدم أو من بعد نريد أن نضع هذا المعثار الذي سيببعه هذا الـ circle الذي يعني أنه سنخدمه الـ function path و سندكلاره لها كقيمة القيمة ذلك path التي كانت عنه في الـ isVG إذا كانت كمية عن عنه في الـ move سترى أن هذا الـ circle يوجد عنه عن عنه في الـ path وقف 60% نرجع ذلك الـ 100% و نذهب إلى المرحلة الأخرى المرحلة الأخرى لدينا قلنا إذا كانت هذه true خاصة الـ animation تخدم ما يعني بأنه سنذهب أولا و سنضع الـ area pressed لأن الـ area pressed هي التي فيها القيمة لأنها تكون الـ animation نريد أنها تكون خدامة أو تكون حابس هنا عن طريق true ما نريد أنه؟ سنضع الـ div div هو أخذ الـ button سنعمل بـ sibling و سنضع الـ div و سنضع الـ div و سنضع الـ circle circle even div و سنضع الـ animation سنشعر الـ stage من pause إلى running إذا كانت كميشال على play سنرى أن الـ animation خدامة إذا كانت كميشال على stop سوف توقف في ذلك الـ distance بالضبط من إشال لدينا هنا على مجموعة الـ path كميشال triangle سنرى بأنه استعملنا الـ path مختلف و من بعد سنأخذ هذا الـ polygon و سيتبع الـ path الـ polygon و نفو الـ animation و من بعد لدينا الـ path هنا الذي هو معقد و سنضع الـ html و من بعد نفس الحالة سنضع و سنضع الـ css